ملك دربات الجزاء كابتن نادل السايد منورني حبيبا ميزا عامل ايه؟ حبيبا حشنا كله تمام والله كله كويس ايه موضوع دربات الجزاء؟ جات من اين؟ جات من اين دربات الجزاء؟ جات من بص تعلمتك حاجة من كل واحد يعني فاهم؟ جات من 92 مع كابتو جهري وبعدين كان فيها تكنيج كده معين بجرب كل مرة جرب حاجة فاهم؟ وبعد كده بجمعت كل الحاجات دي كلها وبعد كده في الاخر بت يعني هي عارف انت عاملة زي ايه؟ عاملة زي مثلا ايه زي ما بتزبط كده الزوم بتاع الكاميرا وونس زبطت خلاص بتدوس عليها بتعمل يعني انت هل الموضوع بالنسبة لك ان انت بتروح في الزاوية اللي انت بتشوف مثلا الديريكشن بتاع رجل اللعيب اصلا زمان الامور دلوقتي اصبحت اسهل بكتير انه دلوقتي فيها اناليسيز المدرب اللي جوان بيجيب لك كل اللعيب لا ده الحركة بتاعه لا انا كنت انت بيجيب لك دلوقتي انت مثلا ايه التلاتة اللي بيشوتوا مثلا او الخمسة اللي بيشوتوا كل واحد اخر خمس دربة الجزاء شاطهم فين اه فين انت بيجيب لك الاناليسيز شاطهم مثلا اربعة هنا واحدة هنا خلاص بتبقى عارف بالنسبة انما زمان ما كانش فيك الكلام ده ماشي بس اخد بالك يعني انا فاكر انت مثلا كنت بتلعب كتير في الوقت بتلعب على مثلا بتدخل وتشعطها جامدة او بتلعب على حركة الجول يعني دا كنت بتدرس ولا بتدرس لا بلدد المواقف مواقف يعني مثلا ليت سيهي مثلا مثلا ميديو دخل علي الديريكشن واقف ازاي اه رجله اليمين فين رجله الشمال فين ايده نفسها يعني اقولك على مثلا تركاز غيارة اه الرفعة اليد دي بتباين حاجة معاه هو داخل شوت هو داخل شوت اللي هو شوت بالراح لا يعني يعني مثلا لو انا بلعب رجل اليمين معايا يعني مسكامل معايا مم. لو انا بقى نعب رجل يمين مسلا ، فاهمني. وانا عملت كده عملت ايدي كده عمري ما هلعبها في يمينك. نازم تفتح بصنى. مستحيل. مم. حتى القدار الحرك بتاع بتاع الجسم. ما ينفعش ان انا هرفعها كده وحطها كده. حتى عكس القدار الحركة يحطها كده. مم. فاهم? انما لو انا داخل عليك مسلا وهشوت كده في. انا ايدي تحت يبقى. بالنسبة 60% هتبقى هنا. فانت فتتقرأ الكلام ده. بقى الكلام ده. والرجل السابتة بتهالي بتلعب دور كبير جدا. بس صعب قوي. يعني الرجل الرجل اللي هي اللي هي الدخل اللي هي سابتة. اللي هي بتحطها. اللي هي بتحطها دي. انا في رأي لو هي مفتوحة سنة. لو مفتوحة سنة لازم هتفتح رجلي. بالزبط. بس صعب يعني صعب قوي تبص عليها. صعب قوي تبص عليها. لانك انت في الاخر ايه بتبص بتاعه. اه وقفت ايديه لقدار الحركة بتاع ج جزاء. اه. انا فاكر دربات جزاء معينة. فاهم? يعني دربات جزاء مثلا لو زمان قوي في في ماتشي كوتوكو في تلاتة وتسعين. كانوا صعبين جدا. لانهما بلعبوا على الحركة الجول. يعني فاهم? مستنيك اوي 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 اوي. فانت تفضل مستني حتى لو لو الناس تفرجت على دربات جزاء. انا صديت الدربتين اللي هما دخلوا فيهم بسرعة. انما كل الدربات وقتها انا فاكر وقتها في نهاية افريقيا. اه كان كلهم بالعبوا على الحركة الجول. بستنى يعني الاخر او انا عمري هستنى لاخر لحظة. فان? اه اه. زمان برضو بسرعة يعني مش تقليلا من نوكو يعني. دلوقتي اتسعابت شوية على الجول كيبر ان هو اكي لازم تقف على الخط. ما تخدش خطوة قبليها. يعني وباع فيه باع فيه كمان ان هو لو خد نص خطوة هيطلع. برضو حيث انت زمان برضو كنت بتاخد خطوة. يعني انا يعني انا كجول مثلا انا مش محتاج اخط خطوة. لان انا باخد الخطوة وبحط رجله. يعني انا مخدش خطوة قبل. معايا? فالخطوة بتاعتي اللي هو خطوة التراي يعني انا بحط رجلي عشان ازوء. اقصى حاجة عندي عشان اقفل الزاوية. عمر حد عمل لك البنينكا دي? لا. لا. ما كانتش لا ما كانتش حد عملها. يعني وقتها ما كانتش قوي يعني. فهم? لا لا دي بلينكا دي هو عملها اعتقد سنة 87. لا بس ما اكانش حد عنده الجرأة ان يعملها. فهم? هو نفس اعمالها هو بلينكا ده العيب. انا فهم. انا فهم. فهم بتاعه. انا ما اعملها زيدان في. بس انا قصدي. يعني مش كل اللعيبة عندها الجرأة ماتش كاس تخيل عارف عملها إمتى ماتش نهائي كاس أمم أوروبا 76 زمان قوي هو الرجل التنين كده رحملها أيه بزبط ما أنا قصدي على أن اللعيبة بعد كده فضرب الجزاء ما كانش حد عنده يعني الجرأة نرجع للبدايات عمر عبد السلام كان هو اللي بيوفق أساسي وانت ما كانش حد متوقع أن نادر السيد هو اللي ياخد القصة دي وبعد كده عمر اللي أنا أعرفه يعني استصححني لو أنا غلط بعد كده عمر أعتقد أهله قالوله لازم تقعد تدرس أو حاجة قعد سنة أحدها من قبلها بقى شوية قبلها بشوية أنا كنت بلعب أنت صغير وكان نفسي